عجز مالي غير مسبوق وأزمة سيولة مالية كبيرة تحاصر العراق من كل جانب وذلك بعد مرور أيام على تصويت حكومة السودان على جداول الموازنة المالية للعام الحالي عقب مخاض عسير استمر لنحو ستة أشهر الموازنة التي أحيلت إلى البرلمان الحالي تقدر إيراداتها بمائة وأربعة وأربعين تريليون وثلاثمائة وستة وثلاثين مليار دينار وتبلغ النفقات نحو مائتين وأحد عشر تريليون دينار بينما يبلغ العجز فيها نحو ثلاثة وستين تريليون وخمسمائة وتسعة وتسعين مليار دينار الموازنة المعتمدة بشكل مطلق على مورد النفط تعاني كما يرى خبراء اقتصاديون من خلل كبير حيث وضعت تقديرات إنفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها وهو ما يهدد بإمكانية دفع الرواتب إلى جانب حقيقة أن مصير العراق سيبقى مرهونا بسعر البرميل الذي يمثل خفاضه كارثة اقتصادية وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة الموجهة لهذه الموازنة يقول رئيس الحكومة الحالية ودون أن يتطرق إلى الفساد المستشري إن لا ذريعة متبقية لعدم إنجاز المشاريع بعد الآن والتمويل والتخصيصات موجودة ما عندنا أي إشكالية مجرد ذرعات عمل ووفق خطة التمويل المعتمدة من قبلنا مع وزارة المالية فإننا نستطيع القول لن تتوقف أي محافظة بسبب التمويل وما يثير الاستغراب هو ارتفاع التخصيصات المالية للأوقاف الدينية في العراق بنسبة أكبر من 30% لتبلغ 2564 تريليون دينار وهو ما يمثل أكثر من ضعف تخصيصات وزارتي الصناعة والزراعة معا بالتزامن مع انهيار البنى التحتية التي تمثل أولوية قصوى بالنسبة للسوداني أنا عندي البنى التحتية تمثل أولوية أي حديث عن أي مشاريع أخرى هدر بالمال العام لا يمكن أن أسمح له أنا في 2024 أعد محافظات وأقضي ونواحي ومدن وما فيها شبكات مياه الصرف الصحي تصريحات سرعان ما تتبخر مع أولى قطرات المطر لتطفو مع السيول ملامح الفساد والفشل الحكومي والمالي والتدهور الاقتصاد وهما يعكس جانبا من حصيلة سيطرة الأحزاب والمحاسصة الموجودة في النظام المالي منذ عقدين وفقا لأعضاء في اللجنة المالية البرلمانية